سكواد النادي الأهلي قادر أنه يقف على رجله خلاله ده اللي احنا عايزين بقى نقوله أنه لازم خلال الفترة اللي جاية وبدأة من المباراة القادمة اللي هيهم الثلاث مباراة أسوان لا تقل في القوة والصعوبة عن مباراة على فكرة الهلال السوداني هاي هتبقى بجمهور كمان تبقى بجمهور وعلى أرض أسوان والساعة ثلاثة برضو الدهر نفس الأجواء بتاعة الهلال محتاجة في المقام الأول لعيبة وقفة على رجليها مغض النظر على الأسماء يعني نغمط كده عن الأسماء شوف الراجل هيلعب هو يختار اللي واقف على رجله اللي تقصد اللي يقتب بدنية تساعده أنه ويلعب هذه المباراة في التوقيت ده في الوقت ده بعد الأربع مباراة لأنه سبت من خلال ماتش الهلال اللي فات أنه فيه لعيبة لعبت وهي مجهدة شوف علي معلول واضح أنه هو مجهد وتعبان في بعض اللعيبة في مراكز تانية برضو مش عيبة كابت إن إحنا نقول هذا الكلام لأنه علي معلول بالنسبة لنا حيظل أسطورة ولعب جمد جدا وحيظل الغاية لما يبطل ولكن مش معنى أنه هو يفضل كويس على طول التاريخ ما بيتمحيش في لحظة صحيح علي معلول بقاله كاموسم مع النادي الأهلي كسب النادي الأهلي بطولات نمر واحد في فترات كبيرة في المواسم اللي فاتت يبه هو نمر واحد وحيظل بس لازم يجيله فترة أنه يتعب مش ممكن استخالها وبعدين ده من المراكز اللي بتبزل مجهود كبير أو سبرينتات طويلة دي بتجد أي حد غير مثلا واحد مساك واحد في نص الملعب دائما أنا أقول الباكين أو الطرف الباكين لا الباكين أكتر اتنين بيجروا في الدنيا طبعا طبعا لأنه بيجري من أول الملعب لأخر الملعب بطول بطول رائح جاي يعني الميت متر اللي بيخدها أو السبعين متر اللي بيخدهم بيرجحهم بيرجحهم لازم يرجحهم لازم يرجحهم بالزبط كده بنفس السرعة اللي راح به عكس الفراودة الفرود بيبقى برضو السبرينت بس ما يبقاش سبرينت بنفس الطول كذلك التقطيات العكسية بتاعته لا لا يعني شغل جامد المدافعة نفسها بتستنفذ منه طبعا يعني مجود كبير غير طبعا الحتة الهجومية اللي بنتكلم عليها صحيح فده واحد من الناس اللازم غصبا عن أي حد لازم يريح لازم يريح لازم زي بقولك الناس التانية بقى تبتدي تاخد يعني تاخد والراجل الحقيقة يعني هو عودنا على كده من البداية بغير كتير صحيح بغير كتير عشان لما يوصل للوقت ده يقدر يقف بالزبط كده فهي محتاجة حسابات كويسة أو المباراة اللي جاية الناس تبقى وقف على رجلها زحم هنقول الكويس يلعب الناس المجهدة تريح عشان أنت كمان هتصطدم بعدها بتلت ايام رجع تقابل سانداونز المباراة صعبة جدا 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 كمان لأن سانداونز طبعا أنا بعتبره هو المنافس الحقيقي في المجموعة دي كسبان المباراة بتاعته جاي لعب النادي الأهلي جاي لعب النادي الأهلي عايز برضو يخلص على النادي الأهلي عشان يرتاح منه فيما بعد صحيح هو يعني تقريبا شبه ضمن الوصول دلوقتي إنما هو عايز بقى يكسر في النادي الأهلي اللي هو البطل